نجى دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية مما بدأ أنها محاولة اغتيال ثانية أحبطها مكتب التحقيقات للتحدي قرب ملعبه للغالف في وست بالمبيتش بولاية فلوريدا جاء ذلك بعد نحو شهرين من تعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال التجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا محاولة اغتيال جديدة نجى منها المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قرب ملعبه للغولف في وست بالمبيتش بولاية فلوريدا وذلك بعد أن أحبطها مكتب التحقيقات الاتحادي مسؤولون في إنفاذ القانون قالوا أن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا مسلحا في أحراش قرب الملعب وأطلقوا النار عليه وأضافوا أن المسلح ألقى مندقية هجومية من طراز AK-47 وأشياء أخرى وفر في سيارة لكن ألقي القبض عليه فيما بعد ريك براتشو قائد شرطة مقاطعة بانبيتش في مؤتمر صحفي قال إن جهاز الخدمة السرية فعل بالضبط ما كان ينبغي القيام به مشيرا إلى أن عملاء FBI اشتبكوا مع المسلح وأطلقوا ما لا يقل عن أربع خزائن من الذخيرة وبعد فرار المشتبه به قال مسؤول إنفاذ القانون إنهم أرسلوا انذارا للأجهزة في أنحاء الولاية مع بيانات للسيارة وهو ما أدى لنجاح مساعد قائد الشرطة في مقاطعة مارتن المجاورة في توقيف المشتبه به والقبض عليه ووفقا لرسالة بالبريد الإلكترونية اطلعت عليها رويترز أرسل ترامب رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قائمة جمع التبرعات الخاصة به يخبرهم فيها أنه آمن وبخير البيت الأبيض من جانبه في بيان قال إنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس على الحادث وإنهما شعر بارتياح بعد معرفة أنه بخير وسيتم إطلاعهما على التطورات بانتظام ووفقا لبيان أصدره البيت الأبيض قال بايدن في وقت لاحق إنه أصدر تعليمات لفريقه للتأكد من امتلاك جهاز الخدمة السرية الموارد التي يحتاجها لضمان سلامة ترامب وقالت هاريس في منشور على منصة إكس إنه لا مكان للعنف في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر